أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 أكد أهمية وجود خطة تمويلية تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية وأضاف الشكري خلال جلسة مبادرة السعودية الخضراء أن الدول الأفريقية تساهم بنسبة انبعاثات تمثل 4% فقط ولكنها تأثرت كثيرا بكل الأحداث المناخية التي حدثت في الفترة الأخيرة لفتا إلى أهمية التمويل في توفير فرص للتخفيف والتكيف المناخي نحن ندرك التحدي خاصة في البيئة الاقتصادية الحالية وأن هناك الكثير من الضغوط ولكن كما قال النجاة سواء كانت صعوبات اقتصادية أو صعوبات سياسية فإذا لم نعترف بوجود هذه الصعوبات فإننا نعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ وكذلك تكون بمعزل عن الظروف وستعيق أي طرف من الأطراف من العمل وسيكون وضعا صعبا يجب أن نستكمل تركيزنا على التنفيذ وأن نوفر التمويل المليار دولار كإظهار الثقة والالتزام ونحن بحاجة إلى هذا التمويل وكذلك تعزيز تمويل القطاع التمويل المقدمة من القطاع الخاص للمنشآت الحكومية كذلك نحن بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة من أجل خفض التكلفة وتوفير الحوافز اشتركوا في القناة